ينضم إلي أيضاً الأستاذ هاني فاروق نائب رئيس سحرير الأهرام أستاذ هاني مساء الخير مساء نوري حسن دم أهلاً مستعمل هل حضرتك تعتقد أنه سيكون هناك اتفاق بشأن ملف نووي خاص بإيران هل ستكون من ضمن الصفقة أم يعني هذا حلم بعيد المنال لإيران حتى وإن كانت تقلل من ضرباتها على إسرائيل أعتقد أن تصريحات وزير الخارجية الإيراني التي صدرت بالأمن أشرت إلى الملف النووي الإيراني وأعلم صراحة أن إيران لا تنوي يعني انتلاك سنحن وأعتقد أن هذه المرحلة تشهد محاولة من التقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية من الجانب الإيراني في ضوء تغير النظام من الديمقراطي إلى الجمهورية ومع تولي الرئيس درامب المسؤولية في شهر يناير المقبل إيران تقول أنها أكثر انفتاحا على إقامة علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية بعيدا عن امتلاك أي سلاحنا والخطاب الإيراني الصادر بالأمن عبر لسان عباس عرفي وزير الخارجية يقول أن إيران تريد أن تسير في مأمن بعيدا عن الخروب وأن تتبع منح الجديد في السياسة الخارجية الإيرانية مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي كانت متوسرة مع إدارة الرئيس بايدن خلال الأشهر الماضية سهدنا العديد من التواصلات ومحاولة جر إيران إلى العرب ومواجهة إسرائيل وكان الرد الإيراني عبر مرحلتين وتوجيه الصواريخ إلى الداخل الإسرائيلي لكن هذه المحاولات تأتي في إطار الرد اليائس أو البائس من النظام الإيراني على النظام الإسرائيلي أعتقد أن إيران تتبع حاليا سياسة التهدئة وسياسة انتفاض على الأمن الداخلي لأن الكل يعلم مدى ما يدور في عقل الرئيس سرامب مع توليه المسؤولية وأعلانه أن أمريكا ستصبح الدولة العظمى أستاذ هاني يمكن كانت هناك ضربات ليست فقط في غزة وبين إيران وإسرائيل لكن أيضا في العراق وفي سوريا يعني الموقف الأخيرة من هذه البلاد تجاه المقاومة هل حضر لك شايف أنه موقف دعم أو موقف تحفظ وتخوف أن تكون هذه الأراضي ساحة لمعركة ما بين الطرفين؟ أعتقد أنها سأت في إطار التحفظ وتخوف من أن تشهد المزيد من الأراضي العربية المزيد من الاعتداءات الإسرائيلية أعتقد أن الهجمات التي تحدث من العراق أو من سوريا أو من غيرها بالتهداف الداخل الإسرائيلي هي أجمات لم تكن مؤثرة بصورة كبيرة هي كانت مجرد لإحداث حالة من البلبلة والحفاظ على الأمن الداخلي لهذه الدول وخصا التصريحات التي صرر عن بعض الحكومات كحكومة العراق والتي أكدت أنها لا علاقة لها بما يجري من استهداف للمطالح الأمريكية أو الإسرائيلية في المنطقة أو استهداف الداخل الإسرائيلي رأينا ما يحدث في اليمن أيضا وأعلان الحكومة اليمنية أن الحقيين لا يمثلون اليمن أعتقد أن هناك مؤامات تجري على أرض الواقع في محاولة للحفاظ على الأهل التاخلي لهذه الدول والوقاية من أي تطورات تجعل حلم بن يمين نتنياه والاستواصل في المزيد من الدول أمر واقع هل لجمة الإسناد المجتمعية أو الإسناد للمقاومة هل من الممكن الفترة القادمة يعني ألا تكون لها دور واضح في ظل المصالح يعني زي ما تحدثنا عن العراق وسوريا ونتحدث أيضا عن قطر وخروجها من مفاوضات الهدنة حتى إن كان مواقعا نتحدث أيضا عن إيران هل من الممكن أن تظل داعمة لحماس يعني إذا حدث ذلك برأي حضرتك شكل السيناريو القادم هيكون إزاي؟ بالنسبة لجمة الإسناد المجتمعي لو قرأنا الأخبار التي تدولت اليوم بأن الكيان الإسرائيلي قسم غزة إلى نصفين عبر إقامة يعني مركز سراتيجي أو منطقة عسكرية عزلة بين ضفتين الضفة التمالية لغزة والضفة الجنوبية ده أمر شديد الخطورة ويدل على مدى تغلقوا للكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية أما بالنسبة لجمة الإسناد المجتمعي والتي يعني عقدت العديد من الاجتماعات خلال الفترة الماضية أعتقد أن الحديث عن دور هذه اللجنة سابق لأوان وجراء التطورات التي تحدث على أرض الواقع العالم في انتظار متى يكون به ترامب تكاه وعوده الانتخابية بإيقاف الحرب في غزة أو في لبنان أو في بين روسيا وأوكرانيا العالم ينتظر ما يدور بعض ترامب حاليا ولكن الأدهى والأمر أن جيس الاحتلال الإسرائيلي ما زال يستمر في استهداف المناصق الآمنة وما تبقى من معالم أو يعني فنية تحتية سواء في غزة التي تمرت بالكامل أو في الجنوب اللبناني بالنسبة للجنوب اللبناني أستاذ هاني حضرتك شايفين أن هناك يمكن ضربات نوعية هل ستستمر إسرائيل في هذا النهج في انتهاج يعني هذا التكتيج في جنوب لبنان أمس يكون هناك مخطط مش هنقول تأجيله ولكن يمكن التحفظ عليه مؤقتا خلال هذه المرحلة حتى يصل ترامب إلى أن ينصب رسميا للوقت المتحدة الأمريكية أعتقد أن هناك حالة من التحفظ من التجانب الإسرائيلي بدليل إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأمس عن قرب انتهاء عملياته البرية في الجنوب اللبناني أعتقد أن هذه العمليات النوعية ستستمر من خلال الغطاء الجوي أو الاستهداف الجوي للمناطق السكنية في الجنوب اللبناني ومحاولة إقامة المنطقة العزلة التي يتحدث عنها بنيمين نتنياو من أجل عودة سكان الشمال إلى بنيتهم مرة أخرى هل من الممكن عودة سكان للشمال؟ هل سيكون هناك موافقة من جانبهم للعودة؟ هل حظاك تعتقد أن هذه المنطقة سيكون في الأمن الكامل لعودتهم؟ أم هناك تخوف من الداخل الإسرائيلي ومن نتنياو من الهجرة العكسية لسكان تل أبيب أو إسرائيل؟ أعتقد أولاً هناك تخوف من السكان من الهجرة العكسية أولاً ثانياً حجم الاستهدافات النوعية من حزب الله اللبناني بعد وفاة أو استحاد حسن نصر الله وتولي نعيم قاسم المسؤولية نجد فيه وفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة والتي نشرت بالأمس أن معدل الاستهدافات لمدن إسرائيز زادت حداتها ونوعيتها هناك حالة من عدم الوضوح أو الضبابية التي تجلي في المشهد خفوفاً في الأيام الأخيرة لحكم بايدن هذه الفترة تعتبر فترة رخوة جداً لديمقراطيين أساء تقدير الموقف وكانت النتيجة هي الضمار الذي تحقق في لبنان أو في فلسطين في الساعة غزة تمام شكراً جزيلاً أستاذ هاني فاروق نائب رئيس حرير الأهرام على هذه المدخلة وأشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة وتغطيتنا الإخبارية مستمرة مع حضرتكم على مدار الساعة إلى اللقاء